السلام عليكم ازاي اخو النهاردة نتكلم على الدرس الثاني في ثالثة ابتدائي في العربي التلفزيون كلنا طبعا عارفين التلفزيون كل واحدة عنده تلفزيون في البيت ويتفرج على برامج الأطفال والكارتون واكيد بنشوف بابا وماما ويتفرجوا على الإزاعة وعلى الأخبار طيب تعالوا كده نشوف ونحن نتفرج على التلفزيون ونحن نتفرج على التلفزيون بنستخدم حواس ايه؟ من حواسنا الخامسة تعالوا كده نشوف ونفكر بنستخدم ايه؟ بنستخدم ايه؟ احنا بنشوف بنشوف الكارتون في التلفزيون يبقى كده نحن نستخدم حاسة البصر بنشوف الحاجات اللي بتتحرك في التلفزيون الكارتون ونستخدم ايه تاني؟ نسمع نسمع الأصوات اللي طلعة من التلفزيون يبقى كده نستخدم حاسة السمع يبقى نستخدم حاسة نسمع ونشوف طيب تعالوا نحكي قصة صغيرة عن أسرة أمير أسرة أمير كانت رايحة تتفرج على التلفزيون فكانت بتشوف برنامج اسمه مخترعات حديثة في البرنامج المزيعة بتقول جهاز عجيب دخل كل بيت وكل غرفة يؤثر في جميع المشاهدين صغار وكبار إنه التلفزيون ما هذا الاختراع العجيب؟ فالضيف اللي عندها في البرنامج بيقولها التلفزيون من الوسائل التكنولوجية المؤثرة هو يجمع بين الصوت والصورة والحركة واللون ويسيطر على حستين من حواس الانسان هما السمع والبصر فالمزيعة بتقول ما أهمية التلفزيون الأطفال؟ فالضيف يرد عليها ويقولها للتلفزيون أهمية كبيرة في حياة الأطفال فهي نشد تفكيرهم وينمي ثرواتهم اللغوية ويزيد معرفتهم بالعالم من حولهم فالمزيعة بتقول وهل التلفزيون أضرار؟ فالضيف يقولها أيوة للتلفزيون أضرار منها إرهاق العين بسبب إطالة النظر إليه وخمول الجسد بسبب الجلوس أمامه أوقات طويلة والإصابة ببعض الأمراض بسبب مشاهدة البرامج والأفلام العنيفة فالمزيعة بتقول وكيف نتجنب أضرار التلفزيون؟ فالضيف يرد عليها أقولها بالحديد أوقات المشاهدة للبرامج المفيدة فالمزيعة بتقول نشكر دايفانا الكريم ويا لكان آخر إن شاء الله وكذا احنا خلصنا قصة أسرة أمير تعالوا نعرف إيه هي أضرار وفايدة وفوائد التلفزيون؟ إيه الحاجات التي التلفزيون بيفيدنا بها ويضرنا بها؟ تعالوا الأول نبدأ بالفوائد فوائد التلفزيون التلفزيون ينشط التفكير ينشط فكرنا وبعده ينمي ثرواتنا اللغوية يجعل عندنا كلام كثير ومعاني كلمات ويزيد من المعرفة بالعالم من حولنا يجعلنا نعرف العالم من حولنا هذا فوائد التلفزيون تعالوا نعرف أضرار التلفزيون يضرنا بإيه التلفزيون؟ التلفزيون يضرنا يجعلنا أيرهاق العين كل ما نرى التلفزيون نتفرج على التلفزيون فترة طويلة العين بدأتنا بتتعب ويحصل لنا خمول الجسد خمول معناها كسل يعني نحن كسلانين ويحصل لنا إصابة بالأمراض بسبب الأفلام والبرابج العنيفة بتخلينا كمان عنيفين ويجيب لنا أمراض تعالوا نرى المعاني اللي في الدرس هم معاني سهلة جدا هم ثلاث معاني بس أول حاجة التكنولوجيا إيه التكنولوجيا؟ هي التطبيق العلمي للعلوم يعني إيه خمول؟ زي ما إحنا يعني إيه خمول؟ ما قلنا في أول من شوية في الدرس خمول يعني كسل طيب ويعني إيه نتجنب؟ نتجنب يعني نبتعد عن زي ما الموزيع كان بتقول للضفل اللي عندها كيف نتجنب الأضرار؟ كيف نتجنب عن الأضرار؟ كذا نحن خلصنا الثاني درس في التالة الابتدائي التلفزيون يا رب تكونوا فهمتوا الدرس لو فهمتوا الدرس هتلاقي وتحت الفيديو زرار مكتوب عليه فهمت لو فهمتوا الدرس دوسوا على الزرار وشكرا